فاز مرشح الحزب الحاكم لايت شينغ تي في انتخابات رئاسة الطايوانية وهي الانتخابات التي وصفتها الصين بأنها خيار بين الحرب والسلام بهذه النتيجة تولى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يرفض مطالب بكين باستيادة على الجزيرة تولى السلطة لثالث فترة على التوالي وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايبيا ترجمة نانسي قنقر